لما نتكلم عن رشيدة عايزين نتكلم عن أسباب السمنة لأنه مش كلها غزة مضبوط من الأسباب السمنة وفعلا زي ما قلت عشان كده اللي قلناه في الأول الحديث إنه لازم يكون تحت إشراف طبي لأنه ممكن تكون أسباب مرضية هي اللي مسببة السمنة مش حاجة تانية خالص بيبقى يعمل أنظمة غزائية وما بيخسش يفضل يعمل كتير وما بيخسش السبب في كده ممكن يكون الغدة الدرقية هي اللي مشكلة عنده وكمان ممكن تكون مشاكل في الأدوية مصاحبة يكون بياخدها بعض الأدوية النفسية ممكن تزود في الوزن ومش كل الأدوية على فكرة لكن في بعض الأدوية كده ممكن يكون بياخد كورتزون وبرضو عايز أتكلم في الموضوع ده لأنه في ناس كده قوي بياخد دواء كورتزون 3 أيام يقول لك أنا خدت خنت عشان خدت دواء كورتزون لا ده لازم مدة طويلة علشان نقدر نقول الكلام ده والكورتزون بيفتح الشهية بيأكله كتير طب هو بيأكله كتير فإحنا لو كان صح هو بياخد كورتزون فما تحطش في دماغك أنك أنت بتاخد كورتزون يبقى لازم أطخن لا الكورتزون هيأكله كتير كل صح وإنت بتاخد كورتزون هتبقى أنت برضو صحي كمان محتاجين أن احنا أتأكد أن فيتامين دال برضو في مستوى كويس لأن لو عندنا أصي فيتامين دال هو ده ممكن يسبب في عدم الانتظام الأيد اللي هو الميتابوليزم ترجمة نانسي قنقر